مولانا الأعمال الصالحة المحببة إلى الله سبحانه وتعالى والتي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص عليها عند قدوم شهر شعبان في شعبان لو نتتبع السنة النبوية المطاهرة حنجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان والأعمال الصالحة فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في شهر شعبان يا رسول الله يعني شفتك بتكثر الصيام في شعبان فقال ذاك شهر يرفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أنه إحنا مش واخدين بالنا أن الميزانية بتتأفل في شهر شعبان الأعمال يا دكتور عام فيه رفع أسبوعي إمت في شعبان فيه رفع أسبوعي وفيه رفع يومي وفيه رفع بتاع السنة فالرفع الأسبوعي يوم الخميس النبي كان يصوم الخميس يقول ده يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وكان يصوم لتنين فيقول ذاك يوم ولدت فيه والنبي نبئ يوم الاثنين يعني بوعث يوم الاثنين وهجر يوم الاثنين وانتقر إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين طيب واليومي النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار شفتات كده عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر عشان كده النبي قال من صلى البردين دخل الجنة لهو الفجر والعصر فيصعد الذين باتوا فيكم اللي كانوا بيتين فيسألهم ربنا وهو أعلم على ما تركتم عبادي فقولوا يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون شوفوا فده يعني الأعمال بخواتمها في شهر شعبان بقى ترفع الأعمال كلها إلى الله أعمال السنة كلها طب فالنبي كان يكثر من الصيام في شهر شعبان دم إيه كمان يا رسول الله قال ذاك شهر بين رجب ورمضان اللي هو شعبان ما بين رجب وما بين رمضان يغفل الناس عنه لما بيهل الهلال لرجب رجب من الأشهر والحرم بتلاقي الناس كده بتنشط اللي كان عنده إرشين حينهم تحت المخدة ولا تحت البلاطة طلعوا وقال لك أنه رايح عمرة طلعنا عمرة في شهر رجب والناس واللي يروح در أيتام وكذا بييجي شهر شعبان بيحصل شهر فطور زي إيه كمان يا دكتور عمر لما نبقى إن شاء الله لما نتكلم مع مشاهدين الكرام عن رمضان وكده فبداية رمضان بتلاقي الناس إيه نشطت مش كده ولا إيه تيجي تنزل أول يوم رمضان تروح التراويح الجامع تلاقي الدنيا زحمة وصفوف أي ومش كده وبعد كده وبعدين بقى لعيل وترية يعني يا جماعة بيحصل ما تعرفش إيه اللي بيحصل كسل خمول فقالك شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفلوا الناس عن شهر شعبان لو الناس غفلت النبي لا يغفل عليها الصلاة والسلام المؤمن لا يغفل فيبقى شهر شعبان النبي كان يكثر من الصيام فيه لكنه ما استكمل شهرا كاملا سوى شهر رمضان عشان نبقى متفقين يا حضرات يعني النبي ما صامش شهر كامل من يعني نصوم في شعبان اتنين وخميس اتنين وخميس وثلات عشر واربعتاشر وخمست عشر طيب غدل اتنين وخميس ممكن أصوم واحد قال طب أنا هصوم ايه الثلاث والأربع والخميس ماشي أنا ما عنديش ناهي إن أنا هصوم الثلاث ما فيش ناهي طيب اللي ناهي في الجمعة الجمعة لا يصومنا أحدكم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعد طيب أحب الصيام إلى الله صيام داوت وأحب القيام برضو قيام داوت إصيام داود كان يصم يوما ويفطر يوما يصم يوما ويفطر يوما وقيام داود كان يصلي وبعدين ينام وبعدين يصح يصلي يعني في وقت الصحر يعني زي ما ربنا علم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وسلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنار قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع أحين نعرف سيدنا دولة ما تصلي وقت الصحر أي الدعاء أسمع يا رسول الله قال جوفوا الليل الآخر يسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا والله أنا الحديث دا يعني عن مستوى الشخصي يا أخي دا والله سبحان الله يا دكتور عمر سبحان الله العظيم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة إزاي وإحنا نسمي الحديث كله ومن удور إزاي ليس كمثلي شيء ما نعرفش حكاية النزول دي شكلة ايه الى السماء الدنيا كل ليلة يقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر حد عايز يعتذر حد عايز يتوب الى الله طيب ما فيش طيب حد عايز حاجة ادهاله طيب يتخيل يعني ما عايزش عايز يتوب عايز عايز يستغفر فاقول طيب حد عايز يجوز بناته حد عايز يسدد الدين اللي عليه حد عنده عملية والآن وعايز ربنا ايومه بالسلامة منها عندك جوف الليل الاخر هوا قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات كل ما تصلي السلام عليكم السلام عليكم اذكر الصلاة اللهم انت السلام ومنك السلام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اصلاك في الله العظيم الى اخر اصلاح بنجع ربنا بقى بنجع ربنا ولذلك المؤمن الانسان لما يصلي وفي المسجد وبعد ما الامام يسلم هو يسلم ويجري برا الجامع كده على طول اول ما الامام تحسه انه كان كان قاعد على شوك وما سدق الامام سلم اول احط ليه خرج من باب المسجد الملائكة نادع اللي تقول له يا فلان يا عبد الله استغليت عن الله اما لك عند الله حاجة ياخذ انت لسه مصلي ادعى ربنا سبحانه وتعالى ايضا هل في شهر شعبان يحدد موليد واموات العام لا لا ده كل ده اجتهادات الناس والناس بالغت في الامور وقال لك انه في ليلة النصف من شعبان بيحصل ايه ومين هيتولد ومين هيروع كل حاجة عند ربنا المهم يا حضرات انه احنا على ابواب شهر شعبان ربنا ارضى النبي في ثلاث حاجات احنا عايزين نرضي رسول الله عليه السلام عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى عايزين نكثر من الصيام احب الدعاء مولانا اللي هتقوله في الاخر دلوقتي نكثر من الصيام في شعبان نكثر من الاعمال الصالحة ترجمة نانسي قنقر